عشان نكون متفقين يا فاروق نادي الزمالك ونادي الاهلي معهمش مدربية يعني يعني بعد الثلاث بطولات ما تعملش بقى زي الناس اللي هي أصلا لا 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 طب سن خلاص هو يعني بتوط الدوري هو كملها بتوط الدوري الافريقيا ده ماتش يا كابتن او الماشين اللي هي بهم كسب من عند ربنا من عند ربنا انت كان خمسين خمسين وكان ممكن كرة زيزو تخشش بانت اللي هتشيل الليلة ولا كان فيه مسلماني ولا الكلام ده ماشي خلاص يبقى ضربة حظ مفيش بقى لا تاكتك ولا قورة ولا أداء ولا الكلام ده ازيك قدتو هنا لو سمحت النجزة ملك ان هو يروح مثلا عليها ميت مرة هي مرة هو براحت بزيزو هو برضو في النحاة التانية برضو لو انا بتكلم على باتشيكو برضو مرتين اللي بتاعت حسين الشحات اللي في العرضة انا بقولك اللي مفيش تبص الامور هتبسيح على بعضها كانت مدرعيح على ده وده رايح على ده اللي مفيش اتنين مدربين اللي اتنين مدربين اللي في الآله وفي الزمالك اكسم بالله اقل من اي مدرب مسك يعني فيلر قد الراجل دوت مسلا عشر طرف ما انتو جابين صورتوا ليه ما تشلوه انت بتحبه مسماني بحبه ايه بص طب انا هقول له حاجة انت انت بالقائم الراجل الراجل ده واخد بطولة افريقيا مع سان داونز ماشي ماشي بص واخد الدوري كم سنة مع سان داونز مع سان داونز كنا شفناه في المطر طب وده فريق بلعب كرة جمدة جده نكافة فين ده يا عمد ازاي سان داونز من احسن الفرق ايوه اللي كانت بتوضح افريقيا ايوه عناصر كانت معك وايه سوا مساعداء انا بكلمك بقى على فكره هو فكره ده اللي على ارض الواقع انتو بتجرجرونا ليه وعايزينا نتكلم عليه كتير ليه انا مش بكلمك انت اللي جبتني قلتلي اللي اتنين ايوه الاهل بزيار بوفي دا حقيقة وانا هكلمك لسه على باتشيكو يعني رجل لا اللي اتنين مش مش واحد بس اللي اتنين جايين اكسم بالله يعني بيتحقوا علينا بيتحقوا على الكرة المصرية والمصريين تكبت على فكره انا شفتك كذا مرة تقول على كذا مدرب ان هو بيجي يتحك علينا ايوه طبعا هو انا فيلر انا كلمت عليه وقلت ايه مش من احسن مدربين اللجوم في اخر عشر سنين بعد وجزه هو فيلر اريمو انا بتكلم على فكره يعني انت عمرك ما قلت على مسلمان ان هو كويس؟ لا قلت لما كان ماسك سوندونز عادي بس لما جيه هنا وشفته بقى ولا حتى اول مطش مع الاهلي قلت عليه كلام كويس؟ شفته في المطش اللي هو بتاع بيرامدس لما اتطرد من حد من نادي الاهلي وكان نادي الباجي بقى هنقول لك بقى بس مهانت النهاردة حلو هتكلم عليه كويس انت النهاردة عملت حاجة حلوة هقول لك لا انت وحش؟ فقلت قلت ان هو شد باجي تاني ونزل احمد الشيخ قفل الحتة دي عشان ما يخش فيه جوان هو ما كتبش بس قلت ده فكر انا بشكر في فكره واخد بالك اللي ما شفتهش في مطش سماد ابو اير ولا في مطش الزمالك ولا في مطش طلع الجيش ولا في مطش الاتحاد لقيت واقف زي وزي اي حد وبعدين عارفنا كمان ان الكهرباء في مطش من ضمن المطشات قال له نزل رامي ربيعة ما تنزلنيش فراح نزل رامي ربيعة ده مبقى كهرباء واخدالك فلما انت مثلا لعيب يقول لي مدرب كده يبقى انت شغلتك ايه بقى بررم فيعني ما يبقى انت بس هو منطخ يا كتن منطخي في مطش زي كده وانت جيب جون انك هتأمن خصوصا ان فاضل عشر ده ايش ده بقى لعيب بقى ما ممكن هو اللعب يقول لي وانا الفكر ده موجود عندي انا كنت بنزل كهرباء عشان اكسب مسلا جبته جون خلاص انا هنزل بعد لا ماشي هو نزل من دماغه مش اللعيب اللي يوضي يقوله هو اللعيب قال كلمة كابتن لا مش كلمة ما هانتو برضو بتيجوا عالكلمة وتقفوا عليها يعني مسلمانة هيسمع كلام كهرباء يا عم ده بيسمع كلام الدنيا كلها ده بيبقى في جنبه وقلتلك سوق زمك ده المدرب العام والمدرب الأحمل والطبيب الفريق ويسامي أمصان وعندك سيد عب حفظ ايه عام؟ هو مزاد كل واحد تخصية اللي انت بتكامها هيك هكذا ما ياخدش ايه بطولة مش ثلاث بطولات كده أول ما ييجي مش بطولة أفريق مش بطولة معصان داونز النادي الأهلي النادي الأهلي هو اللي بياخد البطولات مش المدربين يعني انت دلوقتي دلوقتي مثلا بعد التجهيزات اللي انت عملتها وان انت ضميت اللعيبة دي لو معاك مدرب بقى وتروح كاس العلم بجد للأندية هتعمل طفرة هناك اللعيبة اللي موجودة دي خلاص انت ببقتش عندك حت المشكلة كلها كانت من السنة يفاتف طول عبلية حتة الرسحربة واللي تحت الرسحربة صح دلوقتي انت عندك بقى طاري محمد طاهر وعندك وليد سليمان مبدأ أفشا وعندك بقى محمد شريف واحمد ياسر ريان وبواليا اللي انت جبته مبارح دا صح كده ايه بقى ناقص علي معلوله معاها محمود وحيد ومعاها عيمن قشف ممكن يلعب بناها التاني محمد داني وجبته بكهب وورا جبته بدر بنون ومش عارب مين في نص الملعب جبته أكرم توفيق مع التلاتة اللي هم السليا وحمد فتحي طب انت يا عزي إتالي لازم تاخد كاس عالم الأندلة وجماعات مدرب بقى محترم يعني أو على الأقل اللي مش هتاخد هتحقق نتائج مبهرة هي دي يعني هو يمكن كابت الخطيب كلم في الجزئ دي ان هو عايز يبقى على مناصة التطويج انا بقول لك اهو بعد التعديمات دي لازم يبقى انت عندك الطموح ان انت تروح كاس العالم ما تروحش دفش شرف وترجع انت تروح لازم تحقق مركز وتيجي ولا كلام غلط كلام غلط ايه ايه طب انت معاك انا بس انا بس في حاجات في دماغي دلوقتي ان انت من يومين كنت منزل الفيديو خاص بيك وبعد وجود والترب واليا ان انت الاهل هيفرم اي حد هيفرم لوحده بعد افريقيا مفروض النادي الاهلي اي فرقة يلعبها بره مصر جوه مصر يفرم ايه من غير مدرب من غير مدرب ما هو مع المدرب بتاع لا باللعيبة اللي جات دي انت عندك دلوقتي كتيبة ما شاء الله تتسبد عين الشمس طيب طب المدرب امبارح عمل ايه لا هو عبد المنصف لا ايه بقى انا بناعم عبد المنصف بس مش ما انا بقوله يعني المدرب امبارح يا راجل انت في عز ما انت محتاج صلاح محسن طلعته ايه ده ايه الفكر ده انت متعادل انت مش كسبان انت متعادل وبعدين انت بتلعب دلوقتي وخليت علي معلول بقى وينجليفت يعني فيك رصات هتتعمل يعني لازم فيه صلاح محسن واحمد ياسر ريان وفيه محمد شريف كان مرح صلاح محسن كان احسن من محمد شريف معي ولو مش معي معي يعني ايه يعني لو عاست تطلع طلع محمد شريف اللي مش فاي مح طيب مين اللي كان اختر لعيم فرقة النادل الاهليрядمنصف مح هو صراح محصل محصل ولا محصل تمام تمام فأنا اعيي يقوم جاي شده ازاي ده عشان تعرف إنه هو مش مركز لما بنتكلم الكلام ده الناس بيتجعل يا جدعان يا رجال طب أنا مس عايزك بقى عشان مع يعنع作 انت بتتكلم قلت اتنين مدربين مش مش ماذا يزعى اللي تتكلم بتتكلم على باتشيكو باتشيكو طيب هو اللي بيختار يا كابتن التشكيل الامور بالنسباله بشكل كبير مستقر راجل مامشيش يعني بعد بطورة افراقيا ولا اي حاجة بالعكس الامور مشى معاه بيكسب والامور بالنسباله عنده لعيبة برضو انت عندك شك انه لعبتنين زمانك لعيبة جامدة؟ لا ما عنديش شك بس هو مفيش بصمة له ما هي لعيبة جامدة بس هو مش عارف يوظفها ما هي لعيبة جامدة مش عارف يستفاد منهم ما هو يا كابتن تبساسي هو مش موجود ووظف امام عشور ايه انت عايزوا يعمل ايه ده اتراري انت عارف لو 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 مثلا خسر المطش اللي فات في المطش ده غزبا عنهم هيرجعوا تاني ويجيبوا طريق حامد ويجيبوا ساسي ما انا بقولك المكسب هو اللي بيغطي انما هل الاداء مقنع جماهير الزمالك النهاردة بعد مجون دخل من امبي كانت اعلى منطمنة مش منطمنة يعني انت كابتن بتقول نزمالك بعد حتى المكسب دي وانا بقول من وجهة نظر انه بيسبت اقدامه كفريق ان الامور من نسباله على طفل فترة فاتت كان بعض الامور النتائج اللي مش جيدة لكن مع الوقت ممكن ما يبقاش في نتائج جيدة مين اللي طلع من كاس مصر مش الراجل برضو هما هيا بس كان لسه خليه من مطورة افريقيا والحالة النفسية هو كان ساعته لا معلش بس برضو ساعته مستنيين مطش الاهلي في الدوري لو كانت لعب والخسر كان مع السلامة فهو حظه الحلو ان المطش تأجل فيما بعد عشان كده قال خلاص هنخليه مم وحظه كمان ان هو بيكسب بس بيكسب من غير اداء مم يعني النهاردة مثلا هاتلي جملة لعبت مفيش خالص وما تفكرني كده فكرني كده جملة هو مثلا تقول دي ده شغل مدرب ممم انت المدير الفنك هاتلي انا مش مدير الفنك مفيش ما انا بقولك هو انت جبت الجنف اول خمس دقايق اول هجم ليك تخلي بالك اول خمس دقايق اول هجم ليك وحدي بيه على انبي خدت ضرب الجزاء بعد كده الغاطي ديها تاتة واربعين ما شفنكش روحت على الجول ما شفناش محمود جاد الا في الكروس اللي عمله زيزو بعد كده جابها اوباما في جاب واحدة في العرضة في واحدة طلحها جد في واحدة الباك طلحها من على الخط فيش الكلام ده ايه ما انت بتلاعب فريق برضو صعب فريق منظم فريق قوي ماشي بس انا جبت جول الهدف حققته اعمل ايه بقى الفريق القوي المنظم ده لازم اهمده عشان ما يجيش على جولي في ايه استحقص بقى امس الكرة من رجل رجل تاتاتاتاتات لعبيني بقى ايه يا تيتا احيارهم بقى بحيث ان انا ايه اهمدهم اعرفهم ان انا قوي جدا ده اللي كان بيعملوا الاهل السنة اللي فاتت مع فيلر اوما بيجيب جول بيركب بيهمدك ما بيخلكش تروح على الجول بال بالعكس ان هو ممكن يجيب الجول التاني ويغطيه ويموت المطش ويقتل المطش يا امه ما بيخلكش تروح على جونه خالص حتة الاستحواز بقى اللي هو بيهمدك بيها اللي هو النقل هنا وهنا وهنا وبعد كده هم جاي عامل واحدة طويلة رايح مش عارفة لمين مكمل يعملها بالعرض داي داي انما الكلام ده ما حصلش ده بتلعب النهاردة على رد فعل الامبي لعبة امبي اديتك الكورة كان بيها ما اديتكش الكورة هم بيروح وده فيه اربع خمس كور فيها محاولات على الجون من ضمنهم امام عشور مرتين تتشاط والزحلة تيجي فيه ويعمل تاكلن تاني وتيجي فيه لو عدت الجون دي عم منسف الشوت التاني بعد قبل الجون انفراد تام وتشاطت وصدها وخبطت في رجل مش عارف عبغاني ورجعت له تاني فانت متحسش بخطورة وتقلي نادي الزمالك مش هو ده نادي الزمالك معين اللعبة موجودة يعني بس هل النهاردة مثلا اشف بن شارق عجبك زيزو عجبك اللعبة دي بقيت تلعب لنفسيا متلعبش لله يعني الشكل الجميع انت شاف ان نادي الزمالك مش موجود فيه مفكول طبعا النهاردة افضل اتنين لعبة في المباراة امام عشور وروق يجي بعديهم الوينش وعبغاني وطبعا من وراهم ابو جبل بعد كده كله مش في حالته كله فكرة ان نادي الزمالك مكاسب بالنسباله ما كانتش بتحصل السنة اللي فاتت بنفس الشكل دي مش كويسة كابتن يعني سنة فاتت ايه اللي بعد نادي الزمالك عن المنافسة انه في بداية الموسم بعد انا دلوقتي بكسب حتى لو اداء مش كويس فانا عديت بعدي بظروف كانت صعبة الهيومين اللي فاتوا وبتليت انا بكسب ماشي ما احنا قلنا اول مطفين اول مطفين قلنا ان ان ندوم العزر وان طبعا فيه مشاكل ومجلس ادارة الجمل وفيه 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 كل الكلام ده انما لو حصل دلوقتي بقى ما خلاص الموضوع فيه فلوس فيه تجديد اش جدده الاوباما وجدده الاشكبالة يعني خلاص ان الامور بدأت تمشي والله كابتنبوس انا مش عرف اقولك ايه بس انا قبل ما الدور يكسب اشتركوا في القناة